اشتركوا في القناة الدور العميق في معادلة التنمية المستدامة في عصر سماء الأقلام المفتوحة تصدح الآراء بأصواتها المكتوبة وتطرح الأفكار بمقاسات أثوابها المختلفة ويكثر سرد القضايا بآليات تناولها متعددة الزوايا فخط الصحافة قد تأتي برجع صدى أوسع نطاقا وأقوى تأثيرا بوقعه المطلوب والذي يرتجى إحداثه في عالم مليء بالمواضيع ذات الأهمية التي تفرض نفسها على الساحة بين الحين والآخر لينتشر ما يدار حولها من إحداثيات بخفة أكبر من خفة سرعة الصوت ولذلك باتت الدول الحديثة تعي جيدا عميق الدور الذي يلعبه الإعلام كشريك رئيسي في خطواتها المتجهة نحو تنمية تنشدها بل وأضحت السلطة الرابعة الرقابية لها ذلك الثقل الذي يوازي باقي السلطات كتلك التي تقوم بأدوار حيوية داخل منظومة المدن المتطورة والبحرين نموذج يحتذا به بين الدول التي وقفت وما زالت تقف على درجة متقدمة بين أقرانها في المنطقة على سلم الحريات الإعلامية فهي من وعت ضرورة منح الصحافة وعلى اختلاف قوالبها الضوء الأخضر من أجل حرية آداء دورها الوطني الهام ومن البديهي أن يحتل الإعلام حيزا كبيرا ضمن منظومة بناء الدولة البحرينية العصرية التي أحكم قواعدها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله منذ تسلمه زمام الحكم في البلاد استنادا على الثقة الملكية الكبيرة بأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في نهضة أي مجتمع ولا سيما بعد نشوء ثورة المعلومات والاتصالات وتوسعها في عصرنا الحالي حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور البحريني لفئات المجتمع بكل أطيافه عبر التعبير عن آرائها المعتدلة بوضوح وتوصيل رؤاها إلى الجهات المعنية بكل سلاسة ومرونة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر